سيدة رزقها الله بثلاثة أبناء من الذكور ورغم صلاتها وصيامها كانت لا تهتم بجيرانها ولا تحسن معاملتها معهم ولا تستمع لنصائح زوجها الصالح الذي كان يحسن إلى جيرانه ويعطف على الفقراء منهم ودائما ما يذكرها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى فيها الجار مثل ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقوله أيضا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وعندما كان يقول لها أنها ستحتاج إلى جيرانها في يوم ما كانت تقول له في غرور ما حاجة للجيران ولي ثلاثة أبناء من الذكور مرت الأعوام وتوفي الزوج ثم تزوج الأبناء وتركوا بيت أبيهم وظلت الأم بمفردها داخل البيت واحتاجت لجيرانها ولكن لخجلها منهم لم تطلب مساعدتهم ولكنها حزنت على سوء معاملتها معهم واستغفرت الله كثيرا وفي أحد أيام الشتاء الممطرة وأثناء ما كانت هذه السيدة تغلق نافذتها بالدور الأرضي شاهدت تحت نافذتها قطة صغيرة ضعيفة ومبللة بالمطر تموء من البرد والجوع واقترب الموت منها فطلبت من أحد المارة أن يناولها القطة وبعد أن أخذتها قامت بتدفئتها وإطعامها وتعجبت من كثرة الطعام الذي أكلته وكأنها لم تأكل منذ أيام ثم نامت القطة فوق أحد الكراسي فتركتها السيدة ودخلت لثنام استيقظت السيدة على صوت القطة التي ظلت تموء بصوت متواصل وتابعت الصوت فوجدته صادرا من المطبخ بجانب قنينة الغاز التي كانت تسرب الغاز وجعلت رائحة المكان لا تطاق فأسرعت السيدة وأغلقت القنينة وقامت بفتح نوافذ ثم حمدت الله كثيرا على نجاتها وفي ثوان غادرت القطة المطبخ وصعدت فوق الكرسي لتنام كما كانت فتعجبت السيدة وعلمت أن الله أرسل إليها هذه القطة لتعطف عليها ثم تكون سببا في إيقاظها من النوم وإنقاذ حياتها فقالت في نفسها عمل خير مع حيوان لا ينطق كان جزاؤه إنقاذ حياتي فكيف كان حالي لو أحسنت تعاملي مع جيراني الذين لم يعاملوني حتى الآن بسوء معاملتي لهم وبعد دقائق ذهبت السيدة إلى أقرب جيرانها واعتذرت لهم عما بدر منها وطلبت مسامحتهم لها ففوجئت بحسن استقبالهم لها وتخصيص بعض صغارهم للقيام على خدمتها ومساعدتها دائما ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم